لماذا يساندوا في القضية الأوكرانية وفي نفس الوقت الآن وقفوا مع إسرائيل يعني بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر مع أنه فلسطين محتلة ولما تسمع للناس كيفاش يتكلموا وكأن شعب فلسطين هو منحتل إسرائيل هو اللي رأه دير السياج هو اللي رأه دير الأسلك الشائكة هو اللي رأه دير هذه المعابر هو اللي رأه دير الحصار هو اللي رأه جوع في شعب إسرائيل فتقول أنت يا سبحان الله بالإضافة إلى ذلك أين هي تلك الجموع من المتأسلمين اللي كانوا في مواقع التواصل بل في الواقع اللي كانوا هما يحلوا ويحرموا في المولد النبوي الشريف واللي كانوا هما معطلين الأمة حول طرحهم على شيرين أبو عقل بل على زكاة الفطر هل تعطى نقود أو تعطى كذا أين تلك الوجوه وين رأهم والله كلتهم لرض وين رأكم الآن مما يحدث في فلسطين شعب يباد وين رأكم يا أشبه الرجال وين رأكم ها قاعدين تحلوا وتحرموا ملتين الأمة خطب منتع الجمعة وكذا أتحداكم لا سيما اللي رأكم الآن عايشين في الغرب وتحديد الفرنسا أتحداكم هو أنه ديروا خطب منتع الجمعة وتناصروا خوتكم الفلسطينيين مثل ما كنتم تتحدثون عن الحلال والحرام فيما يتعلق بالترحهم على شيرين أبو عقله وقضين تعلمولد النبوي الشريف أتحداكم هو أنه ديروا خطب وتناصروا خوتكم الفلسطينيين شعب مكبل شعب محاصر في الجو في البر في البحر دول في هذه الحرب التي سميت بحرب ستيام دول في جيوشها وأساطيلها وطائراتها ما قدرش تقف أمام هذا الاحتلال والآن مجموعة من الرجال يلقينون الضروس هذا الاحتلال عوض هو أنه تقفوا معهم قاعد الناس في التيك توك قاعد الناس في الفيسبوك وقاعد الناس في مواقع الانترنت مع الضحك ومع اللعب وقال ها هو جاي محرز وها هم جابوا باللومي وها هم جابوا كذا وقاعدين يلتيوا في الناس في كرة القدم ويلتيوا في الناس بالماضي ومن يش عارف أنا كذا وبأمر واحد أخرى وينكم من هذا الشعب فسيحيين وهندوس وابوذيين ومن هذا كنتوا اللي ما يكلوش الحم وكذا كلهم واقفين وقفة رجل واحد وكأنه المستهدف هي هذه الدول وليس إسرائيل بينما احنا حطين رواحهم من الفئة الناجية وقاعدين ملتين الناس في المولد حلال والله حرام هذا كي يقولوا باللي لا يجوز لأنه كذا والاخر يقولوا يجوز وكذا وقاعدين ملتين الناس بيجوز ولا يجوز بينما أوطان محتلة شعوب تحت صيات الظل صيات العبودية شعوب تأن من الفقر شعوب تأن من الجوع شعوب تأن من هذه الفيضانات ومن الزلازل وهم ملتين الشعب يجوز ولا يجوز وشباب للأسف شديد مع هذه القنوات اللي هي تغرس في الخنوع تغرس في الظل شباب اللتي واش محرز اليوم هم طلعوه هم هبطوه هم عيطوه هم جابولد باللومي هم الدولت زرقان هم هاداك شراوه هم هاداك باعوه ويظال النهار كامل هما هكذا كأنهم ربوات لا عندهم مشاعر ولا عندهم قلوب ولا عندهم أحاسيس يحسوا بهذا الشعب المضطهد هذا الشعب اللي رأه هو يئن من الظلم يئن من هذه الحجرة اللي رأه يعيش فيها منذ 1948